أعزائي طلاب في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم لغتنا الجميلة والتي سنتناول فيها موضوعا جديدا من مواضيع قواعد اللغة العربية بعنوان النعب فهيا بي عزيزي الطالب اليوم بإذن الله سنتعرف على نوع جديد من مواضيع قواعد اللغة العربية يسمى التوابع وأول درس من دروس التوابع لهذا العام هو النعت فما النعت وما أوجه التطابق بين النعت والمنعوت وكيف يعرب النعت وكيف يعرب المنعوت جميع الأسئلة السابقة وأكثر سنترحها في سياق حلقتنا لهذا اليوم أما الآن فهيا بنا أولا لنتعرف على مفهوم التابع في اللغة وفي النحو فهيا بنا أنظر عزيزي الطالب كما ترى هذا القطار مكون من مجموعة من العربات العربات الأولى هي التي تتولى تحريك هذا القطار أما باقي العربات هنا في القطار هي توابع للقطار تسير وراءه إذن ما مفهوم التابع في اللغة؟ تابع جمعه توابع وهو فاعل من تبعه والمقصود هنا تابع لصديقه أي يسير وراءه يتبعه أما التابع في النحو هو ما جرى عليه إعراب ما قبله والمقصود ما جرى عليه إعراب ما قبله أي في الحالات الثلاث في حالة الرفع أو النصب أو الجر كالنعت والتوكيد والعطف والبدل وأول درس من دروس التوابع هو النعت إذن النعت تابع من توابع اللغة العربية هيا بنا الآن نصنف هذه الأسماء صنف الأسماء التالية بحسب الجدول مجتهد اللاعب ظالم خديجة سنصنفها إلى نكرة ومعرفة مجتهد لقد انتهى بالتنوين أشكرك عز الطالب إذن هو اسم نكرة اللاعب نعم لقد بدأ بأل تعريف إذن هو اسم معرفة ظالم لقد انتهى بالتنوين أيضا إذن هو اسم نكرة أما خديجة فهو اسم علم مؤنث أما خديجة أما خديجة إذن المدرسة المدرسة مؤنث التلميذ نعم مذكر الشجرة إنها بالتأكيد مؤنثة للسؤال التالي أيضا سنصنف هذه الأسماء عزيزية الطالب إلى المفرد والمثنى والجمع مهندساني مهندساني نعم أشكرك مثنى كلمة بالتأكيد اسم مفرد معلمون معلمون نعم إنها جمع بالتأكيد تذكر عزيزية الطالب علامات الإعراب الأصلية هي الضمة نعم أشكرك الفتحة أيضا وماذا أشكرك عزيزية الطالب الكسرة العلامة الأخيرة هي السكون أشكرك عزيزية الطالب هيا بنا الآن لنشرح درسنا لهذا اليوم من خلال هذه الصورة ركز معي عزيزية الطالب صف بعبارة جميلة المنظر المقابل أمامك انظر إلى هذا المنظر ماذا سنقول سنقول هذا منظر رائع ما الموصوف هنا إنه المنظر ما الكلمة التي وصفنا بها المنظر نعم إنها كلمة رائع رائع كما ترى رائع هنا صفة للمنظر وصفت المنظر وصفت المنظر فسميت صفة أو نعتا منظر هنا سميت موصوفا أو منعوتا انظر عزيزية الطالب أيضا رائع هذا الاسم هو اسم مفرد مذكر نكرة وأيضا ماذا عزيز الطالب لقد جاء مرفوعا وكذلك الموصوف قد جاء اسما مفردا مذكرا مرفوعا أيضا إذن الصفة تتبع الموصوف هنا وتطابق الموصوف إذن كما ترى عزيز الطالب الصفة رائع هي اسم النكرة مفرد مذكر مرفوع أما الموصوف منظر هو اسم النكرة مفرد مذكر مرفوع أيضا إذن ماذا نستنتج مما سبق عزيزية الطالب نستنتج أن النعت أو الصفة اسم يصف اسما آخر سابقا له يسمى الموصوف ويكون مطابقا له إلى هنا أعزاء الطلاب لقد انتهينا من شرح مفهوم النعت فما العلاقة بين النعت والمنعود هذا ما سنتعرف عليه بعد الفاصل إن شاء الله كونوا معنا عدنا ثانية أعزاء الطلاب لكي نتعرف على أوجه التطابق بين النعت والمنعود فهيا بنا انظر إلى هذه الصورة المؤمن الشاكر يحبه الله بما وصف المؤمن هنا بأنه شاكر كما ترى عزيزية الطالب الشاكر صفة للمؤمن المؤمن قد جاء ماذا نعم جاء مفردا والشاكر الصفة قد جاء مفردا أيضا هذا المفرد هل هو مفرد مذكر أم مؤنث نعم إنه مذكر فلو قلنا المؤمنة سنقول الشاكرة إذن المنعود المؤمن والشاكر نعت للمؤمن يطابقه في ماذا نعم يطابقه في التذكير والتأنيث إذن ماذا نستنتج أعزائي الطلاب نستنتج أن النعت يتبع موصوفه ويتطابق معه في الجنس والمقصود هنا في التذكير والتأنيث وأمثلة ذلك الطالب المؤدب محبوب الطالبة المؤدبة محبوبة الجملة الأولى كما ترى المنعوت هو الطالب أما النعت هو المؤدب المؤدب مذكر لماذا؟ لأن المنعوت قد جاء مذكرا أما في الجملة الثانية كما ترى فالمنعوت الطالبة مؤنث إذن سيكون النعت مؤنثا المؤدبة وهكذا أنظر الصديقان المخلصان تدوم الصداقة بينهما أين النعت هنا المخلصان وأين المنعوت الصديقان إذن الصديقان منعوت والمخلصان نعت للصديقان ماذا تلاحظ هنا؟ قلنا المخلصان للمثنى ولو قلنا الصديق سنقول المخلص ولو قلنا الأصدقاء سنقول المخلصون إذن النعت يوافق المنعوت هنا في ماذا؟ في العدد نعم في الإفراد والتثنية والجمع إذن ماذا نستنتج النعت أو الصفة تتبع موصوفها وتتطابق معه في العدد أي في الإفراد والتثنية والجمع وأمثلة ذلك كما ترى في الجملة الأولى أحترم العامل المخلصة أحترم العاملين المخلصين أما في الجملة الثالثة قلت أحترم العمال المخلصين فكما ترى هنا النعت المخلصة قد جاء مفردا لأن المنعوت قد جاء مفردا أما في الجملة الثانية فقد جاء النعت للمثنى المخلصين لأن المنعوت قد جاء للمثنى العاملين أما في الجملة الثالثة المخلصين قد جاء للجمع لماذا لأن المنعوت هنا دل على الجمع العمال انظر قال تعالى فجعلهم كعصف مأكول المنعوت هنا العصف النعت مأكول انظر إلى كلمة مأكول هو اسم نكرة لأنه انتهى بالتنوين وأيضا المنعوت قد جاء نكرة إذن لو قلنا العصف ماذا سنقول سنقول المأكول إذن النعت يوافق منعوته في ماذا عزيزي الطالب نعم يوافقه في التعريف والتنكير إذن نستنتجه النعت يطابق منعوته في ماذا نعم في التعريف والتنكير وأمثلة ذلك أن نقول انظر عزيزي الطالب تصدق الرجل الكريم بماله تصدق رجل كريم بماله الجملة الأولى كما ترى المنعوت الرجل النعت الكريم كما تلاحظ هنا الكريم نعت قد بدأ بأل التعريف لماذا لأن المنعوت قد بدأ بأل التعريف أما في الجملة الثانية كما ترى كريم قد جاء نكرة لماذا لأن المنعوت رجل هنا قد جاء نكرة أيضا لنرى الحالة الأخيرة من حالات تطابق النعت مع المنعوت تحب المعلمة الطالبات المجتهدات انظر عزيز الطالب أين النعت هنا المجتهدات أين المنعوت الطالبات منعوت والمجتهدات نعت ماذا ترى الطالبات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم فكما ترى فإن النعت قد جاء أيضا ماذا نعت منصوبا وعلامة نصبه الكسرة أيضا نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم إذن عزيز الطالب النعت هنا قد طابق منعوته في الحالة الإعرابية إذن ماذا نستنتجه النعت يطابق المنعوت هنا في الإعرابي أي في حالة الرفع أو النصبي أو الجري وأمثلة ذلك أن نقول انظر معي عزيز الطالب أنقذ السباح الماهر الغريقة رأيت سباحا ماهرا ينقذ الغريقة مررت بسباح ماهر أنقذ غريقا ركز مع عزيز الطالب كما ترى الماهر نعت للمنعوت السباح وقد جاء مرفوعا لأن منعوته قد جاء مرفوعا أما في الجملة الثانية فكما ترى المنعوت هنا قد جاء منصوبا فتبعه النعت وقد جاء منصوبا قلنا ماهرا أما في الجملة الثالثة فقد تبع النعت المنعوت في علامة الجر أضرع عزيز الطالب إلى هذه الملاحظة وركز معي جيدا يمكن للنعت أن يتعدد لمنعوت واحد كقول نعت كان له ابن صغير ذكي فكما ترى عزيز الطالب صغير ونعت أول للمنعوت ابن أما ذكي فهي نعت ثان للمنعوت ابن إذن ماذا نستنتج عزاء طلاب مما سبق الصفة تتبع موصوفها وتتطابق معه فيه لنرى أولا في الجنس والمقصود هنا في التذكير والتأنيث وفي العدد والمقصود هنا في الإفراد والتثنية والجمع وفي التعريف والتنكير وأخيرا في الحالة الإعرابية من رفع أو نصب أو جر عزاء الطلاب إلى هنا انتهينا من شرح قاعدة درسنا لهذا اليوم فهل تستطيع عزيزي الطالب أن تجيب عن أسئلة متنوعة حول موضوعنا النعت هذا ما سنراه إن شاء الله ولكن بعد هذا الفاصل كونوا معنا عزيزي الطلاب عدنا ثانية لمناقشة التدريبات حول درسنا النعت فهيا بنا عين النعت ثم المنعوت فيما يلي قال تعالى وأرسل عليهم طيرا أبابي لترميهم بحجارة من سجيل أين النعت هنا عزيزي الطالب أنظر معي نعم أبابي لماذا لأنها جاءت منصوبة اسما نكرة منصوبا وقد سبق أيضا باسم نكرة منصوب إذن طيرا هو المنعوت إذن أبابي نعت والمنعوت طيرا قال تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة والموعظة الحسنة نعم أشكرك عزيزي الطالب الحسنة نعت أين المنعوت هنا عزيزي الطالب نعم الموعظة فقد تطابق النعت هنا الحسنة مع المنعوت الموعظة في ماذا في التأنيث وفي ماذا أشكرك عزيزي الطالب وفي التعريف أيضا فقد بدأ كلاهما بأل التعريف وأيضا كلاهما يدل على المفرد وأيضا كلاهما قد جاء مجرورا مجرورا بالكسفة أشكرك عزيزي الطالب اشتريت كتابين مفيدين أين النعت هنا عزيزي الطالب أشكرك مفيدين إذن أين المنعوت كتابين انظر أين النعت هنا عزيزي الطالب أشكرك شامخات أين المنعوت جبال هنا أيضا قد تطابق النعت مع المنعوت في العدد والجنس وفي التنكير وفي الحالة الإعرابية أكمل الجمل التالية بنعت مناسب مع الضبط بالشكل المؤمن فراغ خير وأحب إلى الله من المؤمن فراغ نعم أشكرك عزيزي الطالب المؤمن القوي لماذا قلنا القوي لأن النعت يطابق المنعوت في الحالة الإعرابية أشكرك خير وأحب إلى الله من المؤمن ماذا ماذا سنقول بالتأكيد من المؤمن الضعيف لماذا جاء هنا النعت مجرورا لأن المنعوت قد جاء مجرورا أيضا قلنا المؤمن أشكرك عزيزي الطالب تقدر الدولة الأمهات ماذا سنقول بالتأكيد الأمهات المثاليات النعت المثاليات قد وافق منعوته الأمهات في العدد والجنس وأيضا في ماذا في التعريف وفي الحالة الإعرابية قرأت قرأت قصتين ماذا سنقول أشكرك عزيزي الطالب سنقول طويلتين هل يجوز أن نقول طويلتان لا بالتأكيد لأن النعت يجب أن يطابق المنعوت في الحالة الإعرابية هنا قد جاء منصوبا بليا لأنه مثنى إذن سنقول طويلتين نعت منصوب بليا لأنه مثنى يقف على باب المخزن حارسان ماذا سنقول أشكرك حارسان أمينان بالتأكيد النعت أمينان هنا قد وافق منعوته في ماذا في التثنية وفي الحالة الإعرابية وفي الجنس فكلاهم يدل على المذكر عبر عن الصور التالية بجمل تشتمل نعتا ومنعوتا لنرى انظر إلى هذه الصورة عزيز الطالب ماذا سنقول أشكرك سنقول يقود الرجل دراجة نارية أين النعت هنا نعم نارية أين المنعوت دراجة ما موقعه العرابي هنا دراجة يقود الرجل دراجة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ونارية أصبحت نعتا منصوبا وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره انظر إلى هذه الصورة عزيز الطالب ماذا سنقول بالتأكيد تبحث المعلمة عن مكان على الكرة الأرضية أين النعت هنا ركز على الكرة الأرضية نعم الأرضية نعت للكرة منعوته اسم اسم وعلى ما مجرورا وعلى ما تجره الكسرة لذا فإن النعتا النعتا الأرضية تقف تقف الطالبات مجرورا على المفرد وأيضا على التذكير فكلاهما يدل على المذكر وأيضا في الرفع فكلاهما مرفوعان وأيضا في التعريف فكلاهما قد بدأ بأل التعريف نرى جملة أخرى أقيم المصنع على مساحة واسعة النعت واسعة المنعوت مساحة هنا هيا بنا لنرى أوجه التطابق بين النعت والمنعوت هنا أولا في ماذا؟ في الإفراد وفي التأنيث وأيضا في الجر فكلاهما مجروران وأيضا في التنكير العمال مدربون يديرون الآلات النعت هنا المدربون المنعوت العمال يتطابقان فيه في الجمع وأيضا في التذكير وأيضا في الرفع وأيضا في التعريف شكر المدير العاملين الماهرين النعت الماهرين يطابق منعوته العاملين في ماذا؟ نعم يطابقه في التثنية وفي التذكير وفي النصب وفي التعريف أيضا إلى سؤال آخر أعرب ما تحته خط في الجمل التالية سمع الرجل صوتا خافتا صوتا خافتا أشكرك عزي الطالب خافتا نعة منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره نظر الرجل إلى الشاب الغريق مندهشا إلى الشاب الغريق ما صفة الشاب؟ إنه غريق إذن الغريق هنا نعة مجرور وعلامة تجره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه صبق باسم مجرور الشاب عالج الطبيب المريضين الجالسين الجالسين نعة للمريضين فكما تلاحظ المريضين قد جاء مفعولا به منصوبا وعلامة نصبه ألياء هنا إذن الجالسين نعة منصوب وعلامة نصبه ماذا؟ ألياء أيضا لأنه مثنى المؤمنون الصابرون لهم جنات عدن المؤمنون الصابرون الصابرون نعة للمؤمنون إذن نعة مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الواو هنا لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم أعزائي طلاب إلى هنا لقد انتهينا من شرح درسنا لهذا اليوم أما الآن فهيا بنا نتذكر ما تعلمناه من خلال درسنا تذكر أولا النعة أو الصفة اسم يصف اسما آخر سابقا له يسمى الموصوفة ويكون مطابقا له وتذكر أيضا الصفة تتبع موصوفها وتطابقه فيه الجنس أي التذكير والتأنيث في العدد أي الإفراد والتثنية والجمع وفي التعريف والتنكير وأيضا في الحالة الإعرابية إلى هنا عزائي طلاب لقد انتهينا من شرح درسنا لهذا اليوم نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكون الفائدة قد عمت عليكم جميعا ونتمنى لكم التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة